أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد يعني دائما ما نتحدث عن أن الرياضة هي لغة العالم وأكيد المختصين بالرياضة والقوانين الرياضية هم قلائل في الوطن العربي بشكل عام ولكن اليوم لما نتحدث عن دكتور بهذا المجال ودكتور في هذا المجال من الناحية القانونية نتحدث عن مهند أبو طربوش واليوم نتحدث عن نظام الإعارة في عقد الاحتراف الرياضي هذا الكتاب الذي شارك بمعرض المعرض الدولي للكتاب في القاهرة جدا فخورين بها المشاركة وابنا نحكي لك أهلا وسهلا فيك أستاذ مهند وصباح الخير الله أخليك صباح النور شكرا لكم كثيرا على هذا التسليط الضوء الذي أجع على المعرض القاهرة الدولي الذي لحسن حظنا السنة هاي طبعا الدورة 54 نضيف الشرف في المملكة الأردنية الهاشمية فحبينا يعني نقدم شيء نثري فيه هذا المعرض إن شاء الله بإذن الله الله يحبك لعافي دكتور نحكي ما حضرتك بداية على هذا الكتاب منذ فكرة تأسير أو تشكيل هذا الكتاب إيش الفكرة خطرتك إنه نعمله كتاب طبعا بعد ما أنهيت مرحلة البكالوريوس كان في عندي طموح كبير إنه أكمل الدراسات العليا طبعا الشكر موصول إلى عميد كليتنا الدكتور باسل النوايس السابق والدكتور أيضا وسيد الدبات اللي شجعوني شافوا اهتمامي منذ يعني خلينا نقول مرحلة البكالوريوس في موضوع الرياضة هم مختاروا للعنوان أني أكتب في موضوع يعني يكون دمج بين الرياضة وبين القانون شجعوني على هذه الخطوة والحمد لله رب العالمين عملت هذا الكتاب وأنهيت قبل شهر يعني اللمسات الأخيرة على هذا الكتاب تحضيرا من خلال مشاركة طبعا أصريت إنه أشارك بداية من الأردن في معارض عمان الدولي ومن ثم الانتقال إلى بعض المعارض الدولية وآخرها معارض القاهر الدولي يعني وإحنا بنحكي المشاركة ما خرجت عن سياق الرياضة ومجالك في القانون الرياضي والقضايا الرياضية أيضا اللي بتاخد من وقتك جزء كبير جدا يعني عقد الاحتراف الرياضي هو بجوز حديث الساعة بالساحة الأردنية الرياضية صحيح؟ طبعا إحنا لما نحكي عن نظام الاحتراف في جميع الدول العربية هو من يعني مش من مدة طويلة تطبق بالكثير من الدول العربية من سنوات قليلة ماضية طبعا للأسف إحنا في الأردن مثل ما الكل يعرف عنا لسه الاحتراف بعاني من كثير مشاكل لا سيما المواضيع المادية طبعا اللاعب دائما بطمح أنه يحصل مردود مالي أعلى وهي علاقة شاركية لما نتحدث عن عقد احتراف الرياضي هي ثلاث أطراف نادي قديم ونادي جديد واللاعب طبعا اللاعب بحاجة أنه يبحث دائما عن عقد الرياضي أفضل بالنسبة له يغطي مصاريفه يغطي التكليف اللي بتكلفها طبعا اللاعب الرياضي بحاجة إلى منظومة رياضية متكاملة الغذاء واللعب والنشاط والممارس يعني لما نتحدث عن الإعارة الآن في التوقف اللي نشوفه في الكرة الأردنية يمكنني أن يشوف إعارة بشكل كبير جدا من جميع الأندية لاعبين بيقول لك أنا ليش أظل قاعد طبعا اللاعب الرياضي لا يستطيع أن يوقف لازم يكون في عنده ممارسة مستمرة لكرة القدم لا سيما أنه أصلا التوقف لشهر سبعة أو شهر ثمانية فاللي قدر يحصل على عقد إعارة قادر أنه يحصل مجموعة من التكليف بالإضافة يخفف عن النادي لأنه الأندية الأردنية بشكل عام تعاني أزمة مالية حادة بالإضافة لذلك أنه عدم التوقف عن كرة القدم لأنه التوقف صعب أنه يرجع مثل ما كان بده وقت أكثر نعم دكتور نحكي عن الأصداء الأولى لهذا الكتاب بالأشخاص الذين يتمكنوا من قراءته خلال الفترة القصيرة الماضية الحمد لله رب العالمين موضوع العقد الاحتراف الرياضي لما نحكي عن قانون ورياضة للأسف مراجع ما فيه بشكل كافي فأي باحث سواء رياضي أو قانوني دائماً ببحث عن جزئيات بسيطة ممكن أنه يقدر يعمل منها بحث يعني خلينا نقول لمساعدة البحث العلمي أو أي طالب ممكن يشارك في هذا الموضوع طبعاً نظام الإعارة أو خلينا نقول الإعارة بشكل خاص الاتحاد دول لكرة القدم في المواد القانونية التي تحدث عنها تحدث فقط في ثلاث سطور نحن نقدرنا الحمد لله من ثلاث سطور من ناحية القياس ومن ناحية البحث طبعاً أنا كنت أبحث في فترة كانت صعبة على العالم كله يلي فترة كورونا وأيضاً تطرقت إلى عقود الاحتراف الرياضية في فترة كورونا إيش صار فيها طبعاً بتراجع كبرى المكاتب في مصر طبعاً مصر معروفة يعني دور النشر فيها منتشرة في كافة المناظر حتى في معرض الكتاب الدولي للأسف في ندرة في هاي المراجع ولكن ولله الحمد الآن أنا بتواصل يمكن كنت قبل أيام وأهدينا الكتاب هذا للمستشار القانوني في الاتحاد المصري لأستاذ محمد مشاطة مناطي ألف تحية واللي وجه رسالة عتب يمكن هم طبعاً الأخو في مصر كانوا متابعين للكرة أردنية من أيام رحمة الكابتن محمود الجوهري اللي عتبيني عتب صغير إنه وين الكرة الأردنية حابين نرجع نشاهدها بالقوة اللي كانت معهودة وطبعاً بالإضافة إلى ذلك متواصل مع زملائيلي في العراق الأستاذ وليد الشبيبي والأستاذ باسم الدليمي طبعاً متخصصين في المجال الرياضي حابين نعمل إشي عربي مختص وإحنا في هذا الكتاب أيضاً أوصينا أنه ضرورة تكون مستشار قانوني في كل نادي أنا بدك تطبي إلى احتراف طبقه بشكل كامل بالضبط لا تخليه متجزع ولكن طبقه بشكل كامل وإن شاء الله إحنا شغلين على موظوم أنه يكون حتى في لقابات المحامين العربية في غرف متخصصة للنزاعات أو حتى يمكن تقديم الاستشارات لللاعبين اللي بعانوا من هذه الأمور طبعاً لما أنك حكيت عن منظومة كاملة اللي لازم أنها تكون من الألف لا الياء هل استحدثت أنديتنا الأردنية تواجد محامي مختص بالقضايا الرياضية بشكل كامل ولا لسه ولكن نادي حسب معاذه والله يشوفي كل نادي طبعاً هو كل نادي هو الفكرة في النهاية وين؟ الفكرة هو العمل التطوعي جميع الأخوة الزملاء المحامين اللي أنا بيعرفهم بيشتغلوا في الأندية بقدم استشارات جميع العمل التطوعي ومنحبه للنادي يحاب أنه يقدم في مجاله هذا رقم واحد رقم اثنين العمل التطوعي يمكن ما بتقدر تحاسب أو ترجع على الشخص اللي بيعمل معك تطوعي يعني نحكي احنا ومنوصل أنه لازم يكون في شخص على هذا العمل في لقاء أجر لماذا؟ لأنه بتحاسب وتقدر ليش موظف بمنظوبة كاملة احنا يمكن السنة الماضية شاهدنا موضوع الحجز على الأندية الحجز على أرصد الأندية وهذا يعود السبب الرئيسي إلى عدم وجود متخصص قانوني لأنه في عنا مدد إذا هاي المدد انتهت وإنت ما كنت مقدم على حل هاي المدد ممكن أنها تكلفك أنه تحجز على الأرصد اللي في أموالك فإحنا ليش من نحكي هذا الموضوع حتى أنت تتفادى يعني كمان موضوع قيد اللاعبين يمكن في مصر الآن في مشكلة كبيرة موجودة اللي هي نادي الزمالك تقدم الاتحاد المصري في آخر يوم قبل إغلاق القيد في نصف ساعة لسجل ثلاث ثاعبين ما قدر لأنه كان في تأخير أول وأنه كان في حجز على بعض الأرصد الأموال فلا لو كان عندي فيه شخص متخصص في هذا الموضوع بنبه النادي أنه ترى معك يوم يومين آخر يعني بيكون أفضل بكثير من أشخاص متخصصين في هذا الموضوع طبعا دكتور دي أرجع مع حضرتك الحديث عن هذا الكتاب ونحكي شوي على أبرز المحاول اللي غطيتها بهذا الكتاب أبرز المحاول تحدثنا عن أنواع الإعارة الإعارة الداخلية والإعارة الخارجية طبعا الإعارة الخارجية متحدث عن اتحادين مثلا خلينا نحكي إتحاد أردني وإتحاد دولي في الخارج متحدث عن أنواع عقود العمل طبعا عقود الرياضة طبعا الكثير من الباحثين اللي تناول هذا الموضوع ناس اعتبروا عقد عمل ناس تتحدث عن عقد مدني ناس تتحدث عن عقد مقاولة عقد معاوضة طبعا تغيرت الأمور وتشكلت ولكن في كل كتاب منلاقي أنه في باحث تحدث عن رأيه أنا تتحدث عنه أنه طبيعة له طبيعة خاصة ما تقدر تقارونها عقد عمل ولا عقد مقاول هو له طبيعة خاصة بجمع نادي وبجمع لاعب اللاعب المحترف اللي بميزه عن اللاعب الهاوي أنه فيه أجر واللاعب بامتهن مهنة كرة القدم من أجل أنه يحصل على عائد ماد هي هاي الأساس إذا توفر عائد المادي ممكن أنك أنت تحصل على أفضل اللاعبين ولكن قلة الموارد ممكن نوعية وخامة اللاعبين تكون قليلة جدا هو من السؤالين دكتور مهند الأول هل القوانين الرياضية بكافة الدول موحدة ولا لا يعني هل بالأردن فيه نظام مختلف مثلا عن مصر إحنا مصر بنعرف أيضا مختلف تماما قوانينهم عننا هل هذا الشي وارد ولا لا اللاعح الأسي هي اللاعحة التحدى لكرة القدم الفيفا ومن خلالها يتم يعني ما بيتم مراعاة البلد لا ما فيه يعني شوف إحنا الانطلاق الأسي إنه للتحد دولي التوصيات للتحد دولي يعني أي شيء خاصة في موضوع كورونا لما عانت الأندي وصار فيه إغلاقات وصار فيه بعض اللاعبين بحاجة لمبالغ ورواتب والأندي كانت بتعاني أصلا بجميع العالم إنه ما بتقدر لأنه فيش رائع جماهير يعني هاي الأمور كانت مش موجودة كان فيه توصي من التحد دولي يعني ملزمة هاي التواصي إنه اللاعب اللي ضايل مثلا من العقد تبعه شهرين مددها العقود تخفيض الرواتب إلى النصف أحيانا بالإضافة لذلك إنت لم يصير حتى عندك فيه نزاع ما بينك وبين اللاعب وهذا النزاع شاف اللاعب أو شاف النادي إنه أنا ما استوفيت حقي قادر إنه يرجع للمحاكم الدولية للإتحاد دول لكرة القدم محكمة الكاسة اللي هي معروفة في هذا الموضوع فجميع هاي القوانين اللي بدنا نقدمها في الاتحاد الأردن على سبيل مثال لازم تروح منها نسخة للتحد دول حتى يشوف فيه توافق ما بينها وبين التحد دول أو لا كان فيه سؤال تاني فيه سؤال تاني حاليا فيه قضايا شائكة كبيرة جدا في الأردن لكن هل أي محامي قادر إنه يمسك هاي القضايا ولا لا بكل تأكيد لا 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 ما فيه شرط لا لا ما فيه شرط طب ليش فيه تخصص بالحياة الأفضل أنه طبعا الأفضل أنه يكون فيه أنه في الاتحاد الأردن لأنه في مخرج معين فيه طبعا طبعا مع احترام وتقديري بكل تأكيد مش كل الزملاء ملمين بهذه الأمور لازم يكون فيه لازم لما بدنا نتحدث عن تخصيص وعن أمور فيه بين الصطور بالضبط طبعا يعني دارسينها ناس أكثر من ناس وقلة في الأردن يعني قلة قلة قليلة اللي هي قادرة تشتغل في هذا الموضوع حتى في الوطن العربي يعني ما فيش ناس متخصصين مئة في المئة إلا اللهم مجموعة من الأشخاص فإحنا من نوصي دائما أنه لازم إما بدك أنت حتى هي ما هي الأمور بتساهم في رفعة الكرة الأردنية أنه لما يكون في كل شخص متخصص شكرا حتى عدمه أخذ في جميع اللجان يعني بديش أحكي عن المحامل اللي بدي يرفع قضية لعب لا في جميع اللجان أعطي يعني الاقتصاص أهلهم بالضبط أه 100% إذا بدي أسأل حضرتك على توزيع هذا الكتاب ولمين تهدي هذا الكتاب طبعا إحنا أعطيناك نسخة أهديناك وياه متشرف وأنتم يعني صراحة أسعدتوني في هذا اللقاء أن أصرف طبعا طبعا الحمد لله رب العالمين موجود نسخ بشكل كبير جدا في دار النهضة العربي من أشهر دور النشر في الوطن العربي في القاهرة أهدينا للاتحاد المصري أهدينا للاتحاد العراقي إن شاء الله مشاركين خلال الأيام القادمة في معرض الكويت الدولي الكتاب والله الحمد كمان معرض القاهرة يمكن يعتبر من أكبر المعارض عن وسط العالم طبعا طبعا في الشر الأوسط واستمرار يعقد طبعا كان في أعداد هائلة جدا شاركت في هذا المعرض طبعا بحاول قدر الإمكان أنه هاي النسخ تكون موجودة بالمجان لكل الأشخاص طبعا الحمد لله رب العالمين الآن قاعدين بس يمكن الفترة الماضية كانت يعني مشغول أكثر شي برا الآن قاعد ببعث هاي النسخ لكليات الرياضة وقانون في جميع الكليات الأردنية بحاول أنه يتوفر هذا المرجع وإن شاء الله طبعا نحنا من كملين المسيرة أنه قاعد بشتغل على موضوع في رسالة الدكتوراه إن شاء الله على عنوان أشمل لهذه الجزئية طبعا هاي الجزئية مش موجودة مش موجودة نهيا وهذا أفران البحث العلمي كمان الحمد لله رب العالم مش موجودة في الوطن العربي ولا يمكن في العالم أنه ناس تناول الإعارة لأنها جزئية بسيطة جدا صعب تعمل منها أصلا كتاب ولا الحمد يعني إن شاء الله مستمرين أنه شو بنقدر نعمل ويعني إن شاء الله بفكر أنه أشتغل على جزئيتين اللي هي جزئية أنه يكون في عندي كتاب إن شاء الله خلال السنة القادمة بإذن الله تعالى بتحدث عن الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف الرياضي من جميع جوانبه أيضا نتحدث عن موضوع شغب الملاعب اللي أنا صراحة وجدت فيه أشخاص متخصين أمنيين كاتبين عن هذا الموضوع قادرين أنهم يعني يساعدونا في موضوع أنه نكتب عن شغب الملاعب وتوصيله للجماهير أنه يعني يتخلص من هذا الأمور إن شاء الله